التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرانيتش مجزء الأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح أسيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إثيلين لسد احتياجات السوق المحلية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أسيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث اطلع رئيس أسيسي على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات ومنها قطاع التحول الرقمي وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتطوير منطقة شاء التعبان بشكل شامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت اسم مدينة أرخام والجرانيت بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية والحد من التلوث البيئية كما وجه الرئيس أسيسي بالاهتمام برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من مياه وصرف صحي وكهرباء وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أسيسي مع لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ولواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات كما وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكة وذلك مع تطوير نظم الرئي والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أسيسي مع لواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكة صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع تدعيات الحادث المؤسف الذي وقع في دولة ليبيا الشقيقة نتيجة انفجار شاحنة نقل وقود في سبها مما أدى لوقوع عدد من الوفايات والإصابات أعربت مصر عن صادق تعزيها حكومة وشعبا لذوء الضحايا والشعب الليبي الشقيق متمنية شفاء العاجلة لكافة المصابين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتلى زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهر يوم السبت الماضي بغارة أمريكية وقال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي أن الظواهر كان زعيم القاعدة ومساعدة أسامة بن نادن وهو متورط في التخطيط لهجمة الحدي عشر من سبتمبر وقتل قرابة ثلاثة ألاف شخص كما خطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية بايدن أضاف أن الظواهر كان يحف على القيام بهجمات ضد الأمريكيين وحلفائهم أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار وأقل منصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لرغيمات الصواريخ المتطورة هيمارس وذلك بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت أن دفعة المساعدات ستشمل 75 ألف قذيفة لمدافع هاوتزر وجهت سريلانكا نداء استغاثة عاجلة لإمدادها بالغذاء لأطفالها الذين يعانون سوء التغذية في ظل تفاقم الوضع الإنسانية وقالت الحكومة السريلانكية إن مسحا أجريا في منتصف عام 2021 أظهر أن 127 ألف من أصل 570 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية من جانبها أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف نداء للتبرع قائلة أن الأطفال في سريلانكا تأثروا بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية الحادة وتقدر اليونسيف أن مليونين و300 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سريلانكا نهاية الموجز نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل